السلام عليكم مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميجا وصفة كنتماني ان شاء الله تكونوا كلكم بخير اليوم ان شاء الله هنحضروا بديل الجنواز بنسبة للناس لي ما كيستقلوا بشي الجنواز وهي عبارة عن كيكا زيتية كجي اسفنجية وسهلة في الخدمة دياله فانا شخصيا كان اعتمد بزاف دلمرة كنتماني ان شاء الله انكم جربوها وتنال اعجاب ديالكم اذا عجبتكم الوصفة اليوم ما تنسوش جامل الفيديو ومشاركتو في مواقع التواصل الاجتماعي باش تجعوني وادعموني اكتر وغنحتاجو كمقادير بالنسبة لهذا الكأس هدفه هو تقريبا قد قد كأس العنبا يعني زيد عليه شوية فقط غنحتاجو الكأس السكر حبيبات كأس الزيت وكأس الحليب اللي يمكن تعوضوه بالماء جوج كؤوس الدقيق مغربلين مع قبيصات الملح ضروري الدقيق يتغربل وغنحتاجو الاربع بيضات جوج خنيشات الخميرة الكيموية سبعة جرام سبعة يعني 14 وجوج خنيشات الكاكاو المور سبعة سبعة يعني 14 جرام غنحتاجو القشرة ليمونة حمضة محكوكا يمكن تعوضوه بالفاني او بشويات القرفة وغنحتاجو الملعقة صغيرة بكاربونات سوديوم سفي اهدوه هم المكونات اللي عندنا وغنبدو اول حاجة بالبيض اللي غنضيفو عليها السكر حبيبات الزيت والحليب اللي اللي قلنا ممكن انه يتعوض بالماء سفي وغنطربوه شوية يعني ما غنحتاجوش اننا نخدمو يعني الخلاط الكهربائي باش يضعف الحجم ده هادشي لان بيكاربونات السوديوم غد ضعف الحجم ديال الكاكا سفي نخدموها غير شوية ونضيفو اه دقيق بالنسبة يعني نضيفوه شوية بشوية نضيفو الكأس اللولي ماشي مشكل بها تشكل هاده نضيفوه معه الخميرة الكيموية 14 جرام والكاكاو حتى هو 14 جرام بالنسبة للناس اللي غادي يستعملو الكاكاو الحلو ماشي هاده المور فم الاحسن ينقصوا واحد ملعقة طعام ده من سكر حبيبات لان الكاكاو اخر كيكون حلو باش مجي يقومش الكيكا احلو وبزف سفي نخلطو هادشي شوية ثم بعد نضيف الكيميات تانيات الدقيق او الكأس تاني ديال الدقيق بهات الشكل هاده مع ملعقة صغيرات بكربونات السوديوم ونخلطوه مزيان تنتخلصو ملحو بايبات اللي فيه وهدا هو القوام دياله كيف كتشوفو معايا سفي غادي نوضع دباف واحد صينية للقطر دياله 23 سنتيم هي هادي انا لبستها بالوارق يمكن تلبسوها بالوارق ويمكن تدهنوها بشوية زبدة اترشوها بالكاكاو او بالدقيق ماشي مشكل هاد الاثناء هادي عندي الفورن مسخن على درجة حرارة 180 مشعول ملتحت فقط ماشي من الفق سفي ندخل الصينية في الواسط ونخليه الكيكريت طيب ما بين 25 حتى 35 دقيقة فقط بالنسبة لهذا القياس هذا ولا هاد القياس حتى هذا المول اللي عندي يعني 23 سنتيم بعد 35 دقيقة هدا هو الشكل دياله انا خرجتو دابا 35 دقيقة بط خرجتو كيف كتشوفو كيجي من فوق بزاف الكيك كيجي اسفنجي بشكل رائع لمادق دياله حتى هو كيجي يعني الليمون مع الكاكاو متواتي بشكل جميل جدا ويمكن تقسموه الكاكا على الجوج او على ثلاثة فهو ساهل في الخدمات دياله يعني ما كيعدبكم شي فاكتمنى ان شاء الله الوصفة دليومتنا الاعجاب ديالكم ما تنسوش جام للفيديو ومشاركتو في مواقع التواصل الاجتماعي واشتركوا معنا اذا كنتو كتزوروا القناة الاول مرة باش توصلوا دائما بالجديد وانا هنا كنقول لكم كيف ديما بصحة ورحة والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله